موسيقى نبدأ مشاهديا من مصر حبس لمنتقرين مجلس العسكري وحديث عن مداهمات لمراكز حقوقية ومرضمات إنسانية حيث استنكرت شبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان استنكرت الحكم القضائي الصادرة بحق المغاطن المصري جابر السيد جابر بالحبس سنة ودفع كفالة مالية تصل إلى 1000 جنيه وغرام 200 جنيه بتهمة توزيع بيان ينتقد فيه المجلس العسكري وكانت سلطات الأمن اعتقلت جابر في 23 من الشهر الجاري في ميدان العباسية أثناء توزيعه للبيان وقد تم تحويله لمحاكمة عاجلة وأعادت هذه القضية للأذهان وفق ما قاله مدير الشبكة جمال عيد أعادت لأذهان المصريين الأحكامة التي كانت تصدر بحق المواطنين والناشطين أثناء حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك للمزيد ينضم إلي من القاهرة الأستاذ كريم عبد الراضي الباحث في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أستاذ كريم بداية ما تفاصيل اعتقال المواطن جابر سيد جابر وفي إطار تأتي؟ من المجلس العسكري كان واضح جدا انطلابوا على الثورة المصرية تراضوا عن أهدفها لأننا كانت تعديل عن النقل المكتفل لأننا نحققه كل السنة التي فاتت وكان عادي كلنا بنوزع البيانات للشارعة بنقول اللي احنا عايزين نقوله ولكن المواطن جابراً بيوزع على المتظاهرين في المعدان العربية بيان ينضقت فيه المجلس العسكري وبيعرفهم وبيوعيهم بالانتكاب الارتكابة فتم تسليمه للأمن والأمن أقدمه لمحاكمة عجلة جداً خدت أيام خدت فيها حدث سنة وده نفس الاسطوب اللي كان بيتمعه نظام مبارك يعني هو نظام مبارك لسه بيخكم ولكن بالوجوه بس اللي تغيرت لأن المبارك كانت أضايا مشابعة كثيرة حصلت في عهد مبارك بمثل هذا النوع هناك مدرس كتب شعر ووزعه على زملائه شعر نقل الرئيس تم القبض عليه وفق فيه المحاكمة سريعة طيب سيد كريم يعني جيد هذا إطار العام كنت أسألك فقط يعني هل جمال الحالة اليوم نتكلم عنها هل خضع لمحاكمة اليوم شو طبيعة المحاكمات التي يخضع لها مثل هؤلاء الأشخاص اللي يتم اعتقالهم من الصعب جداً هو خضع لمحاكمة لما تنظيمه لمحاكمة لكن غير طبيعة دي مرة ولا نتطور أن تكون محاكمة نازية وعادلة طيب ترحكم بلسها ليه السرعة بشكل شري سري دون أن يحضر معه تساعه وهي المحكمة تنتذب لمحاكمة ودون أن يحضر معه محاكمة تضبط حكمة هذه السرعة يعني غداية قاتلة المتظاهرين يحكمون كرابة العشر عشود دون أن تضبط حقهم أي أحكاة أو حتى يكون هناك محشيات على صدور حكم القريب لأن القضايا مزالك مزالك تنظر بجوتي شديد جيد سيد كريم المجلس القرد على المجلس أو مدون يضبط عليه حكمة حيام وده يوضح أن المجلس العسكري المجلس العسكري اليوم يقول سيد كريم لو سمحتين لمجلس العسكري يقول أنه تراجع عن المحاكمات العسكرية لصالح قضاء مدني إلى أي مدى يعني يبدو هذا الحديث صحيحا نعم وتم محاكمته قدام محكمة السلحية أيضا محكمة أمن الدولة العلية طواري محكمة السلحية تم إنشاء مجلس قنون طواري وترجع نعم تم الترجع عن المحاكمات العسكرية جميع البناء ولكن أيضا تتراجع المحاكمات أمام محكمة السلحية وهي محكمة أمن الدولة العلية طواري التي كان يستخدمها مجارب أيضا في القامة المعارضة وكأن ثورة لم تكن وكأننا عدنا إلى مقابل يناير المواضي والمجلس والمكتسبات الثورة أصبحت تتآكوة كل يوم تتآكوة كل يوم حتى أصبح غام حريات التعبير بصورة أكبر من التي كان عليها أثناء نظام مبارك وتردعت الأحوال في جنس أصبحت أسوأ مما كانت عليها سواء من نحية الاقتصادية أو من نحية الحقوق والحريات وخاصة حريات التعبير في حالات كثيرة تتكرر من مثل هذا النوع في هذه الأيام في مصر سيد كريم سيد كريم تسمعني نعم سيد كريم كنت سألتك هذه الحالة لجابر في حالات كثيرة تتكرر في مصر في هذه الأيام بلها علاقة بانتهاك حقوق الإنسان تم اليوم طبقاء المواطن من المتظاهرين في ميدان التحرير وتحليل ومسؤولية حق المجمع العلمي ويضع السويسي مواطن يضع السويسي أحد المتظاهرين وده طبعا وقال أهم التصريح يوسير الإعلام أن المواطن تعترف على أثناء أكبر جاري البحث عنها ونحن نفقد أن هذا الأمر جيد سأيود بالمرة لأن ما حدث أمام المجمع العلمي لن يكون مواطن واحد من السويسي هو قادر على أن يحركه أو يكون هو المتحمل المتظاهرين وإنها ناجيات النجلس الأسكري فقط يريد أن يصف في قوة الثورة وفي جهة الوقت ينفي عن نفس الابتعامات في قامع المجمعات وفي قفل المتظاهرين أنتو كمنظمات حقوقية ومنظمات حقوق إنسان عاملة مثل هذه الأجواء هل فقط يقتصر دورك على إصدار بيانات لماذا لا توفروا الحماية القانونية أو لهؤلاء الناس يتم التوصيق يتم التوصيق عليهم بتلك الحالات وبيستغل معهم بشكل إعلاني وعلى دينة محامين محامين بيحضروا للدفاع عنهم وبنحاول استخدام الإنسان في الدفاع عنهم ولكن كل هذا المجلس الأسكري لا يحترمه من الأساس ولداء أنا كما أفضرتك نعود لعهد المبارك للي كان لا يحترم في قوانين أو تشفعات دورية وحتى منظمات المجتمع المدني تشمي بالضرع كويس أنا داس لك هنا أستاذ كريم داس لك يوم الخميس توجهت قوات من الأمن مصحوبة بعدد من ممثلين نيابة العامة إلى عدد من المراكز الحقوقية في مصر ما الأثبات ما هو السياق التي تأتي في هذه المواجهة بين الأمن وبين المنظمات الحقوقية أنا 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 أعطي المجلس العسكري بدأ منذ فترة طويلة آآ أن يصف في قوى الصورة أو القوى التي دعمت بعين وكشفت آآ فضائش النظام الصورة وبدأ أنه عدد قائمة بحوالي تسعة وستين منظمة من المنظمات الجادة آآ وتم تصليمها للوزارة العقل التي تجري تحقيق في مصادر تمويلها آآ وبذلك تمت حلاتها للنحي بالعام آآ واليوم آآ ويوم الخميس فوجئنا بيجوم آآ عد علب كبير من رجال الأمن ومعهم آآ أعضاء النيابات على تلك المراكز آآ وآآ فتأوا تحميل مستمداد آآ كمية من داخلها بعض المنظمات المركز العربية إخواني القضاء والمعهد الديمقراطي آآ ولا نعلم ولا نعلم حتى الآن مصير آآ مصير هذه المراكز أو مصير تنتهي بس في تهم أستاذ كريم يعني في بعض التهم موجهة ليه المراكز الحقوقية مراكز حقوق الإنسان بأنها تتلقى تمويلا أجنبيا إلى أي مدى هذا يعني قد يكون يعني صحيحا على بعض المراكز يعني آآ نعم هي تتلقى تمويل من الخارج بشكل مصنوع وأنا أعتقد أن هذه ليست مشكلة من منظمات المجتمع المدني في كل العالم في التلقى دعم حتى الحكومة المطرية نفسها أو المجلس العسكاري نفسه بيتلقى دعم من الولايات المتحدة الأمريكية آآ ومعولات فزولة أسلحة أو فزولة مساعدات الدكتورية ومساعدات مالية مدى التمويض يتمد أنعانه والكشف عنه وعن طول إنفاقه فليس من حق المدني في العسكار أن يتخذ من ذلك حق لإنفاق نشطاء حروض ما هي خياراتك إذا استمرت هذه الهجمة اليوم كنا نتكلم عن نشطاء اليوم في هجمة أيضا من المجلس العسكري على المرضمات الحقوقية ما الخيارات أمام هذه المرضمات إذا استمرت هذه الهجمات من قبل أو خلينا نسمي هذه المواجهة مع المؤسسات في مصر بقولك سيد كريم كنا نتكلم عن مواجهات أو عن انتهاكات لحقوق أفراد اليوم في مواجهة بين المراكز الحقوقية وبين المجلس العسكري شو خياراتكم كحقوقيين في الدفاع عن أنفسكم أنا لا أسمعك لا أسمعك أي شيء لا أسمعك طيب يبدو في مشكلة في الصوت على كل حال شكرا على هذا القدر أستاذ كريم عبد الراضي الباحث في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان من القاهرة شكرا جزيلا